التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تيجرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة الرئيس الأذري الهام عليف الهام إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز الروابط والتعاون بينهما وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس السيسي أن المباحثات مع نظره الأذري تؤكد تطلع البلدين لاستمرار العمل الثنائي على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والتنصيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأضف الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية دورية أنعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين كما شدد الرئيس السيسي على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظره الأذري وفي القلب منها القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن المباحثات تتطرقت إلى استعراض جهود مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل الوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم نصيرات وسط قطاع غزة في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والإنسانية وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان وحملت وزارة الخارجية إسرائيل المسئولية القانونية والأخلاقية عن اعتداء نصيرات السافر مطالبة بامتثال إسرائيل لالتزاماتها قوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطلل فلسطينيين المدنيين بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع وطالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية مؤكدة على حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية تجمع ألاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين قرب البيت الأبيض في واشنطن للتعبير عن غضبهم من الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياساته التي وصفوها بأنها شديدة لين تجاه حرب إسرائيل في غزة وهتف المتظاهرون من العاصمة إلى فلسطين نحن الخط الأحمر ورفعوا لافتة طويلة كتبت عليها أسماء الفلسطينيين الذين قتلهم القوات الإسرائيلية مع دخول الحرب شهرية التاسع وعزز البيت الأبيض للإجراءات الأمنية بإقامة سياج إضافي قبل التظاهرة التي شارك فيها متظاهرون من مناطق بعيدة مثل ماين وفلوريدا قتل شخصان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان حيث أدت ضربات أيضا إلى اشتعل الحرائق وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام وأورادت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية نفذت عضوانا جويا بصاروخين موجهين استهدف مقهى ضمن محلات تجارية في بلدة عترون في جنوب لبنان وأفادت الوكالة في خبر منفصل بأن طيران الاحتلال الإسرائيين نفذ غارة عنيفة على بلدة الخيام قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة نقل بضائع أصيبت بصاروخ جنوب شرق مدينة عدن في اليمن مضيفة أن حريقا شب على متن السفينة لكن تم السيطرة عليه وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية المتحدة أنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقع على بعد ثمانين ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية قال القائم بأعمال حاكم مدينة كورسيك الروسي أليكسي سيمرنوف إن الدفاعات الجوية الروسية ضمرت خمسة عشر طائرة مصيرة أوكرانية في المنطقة الحدودية وأوضح سيمرنوف أن الجيش الأوكراني فتح النار على تسعة مناطق حدودية لكن لم تقع إصابات وأشارت وكالة أنباء التاسة الروسية إلى أنه تم تسجيل هجمات بالطائرات والذخائر في سبع قرى ومناطق صغيرة وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة بما في ذلك سقوط خطوط كهرباء وأضرار في مركبات ختم ومجاز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر